قد تكون هناك بعض الأخطاء عند التعامل مع الصيغ في برنامج الإكسل يستطيع البرنامج التعرف على معظم هذه الأخطاء والإشارة إليها بتسميات أو رسائل وتقديم الحلول لتعديلها مما يساعد المستخدم على معرفة الخطأ وتصحيحه بسهولة تظهر هذه التسميات في خلية ناتج الصيغة من أشهر تسميات الأخطاء التي يمكن أن تظهر في برنامج الإكسل خطأ div slash zero والذي يشير إلى خطأ القسمة على خلية فارغة أو صفر مثلا في الخلية التالية تم القسمة على خلية فارغة لذا يظهر هذا الخطأ ويمكن تصحيحه بتعديل قيمة خلية المقسوم عليه أما الخطأ name فيشير إلى اسم غير صالح أو غير موجود أو عند وضع النص داخل وسيطات الدالة بدون علامة تنصيص مثلا عند استخدام دالة if ويكون ناتج تحقق الشرط نصا بدون علامة تنصيص يظهر هذا الخطأ ولتصحيحه يتم وضع النص داخل علامة تنصيص الخطأ value يشير إلى استخدام مرجع إلى قيمة نص في صيغة رياضية تتطلب مرجع إلى رقم مثلا عند استخدام دالة الجمع لخلية نص ويتم تصحيحه من خلال تصحيح قيمة المرجع من تسميات الأخطاء كذلك riff والذي يشير إلى أن مرجع الصيغة هو خلية أو نطاق تم حذفه لذا ينبغي إعادة تحديد النطاق أو الخلية الصحيحة مرة أخرى الخطأ N-A يشير إلى أن الصيغة لا تستطيع العثور على قيمة ما تحتاج إليها مثلا عند البحث عن قيمة باستخدام دالة V-LOOKUP ولا يتم إيجادها يظهر هذا الخطأ عندما يعثر إكسل على صيغة خاطئة أو بيانات غير متناغمة فإنه سيظهر مثلث صغير في الركن الأيمن العلوي للخلية وعند الإشارة إلى هذا السهم سيعرض إكسل قائمة خيارات من بينها معلومات حول الخطأ أو تجاهل الخطأ كما يتيح برنامج الإكسل إمكانية مراجعة وتدقيق الصيغ يدويا والتأكد من عدم وجود أخطاء خفية من خلال استخدام الأمر تدقيق الأخطاء وذلك بالنقر على علامة تبويب صيغ ثم تدقيق الأخطاء حيث يظهر مربع حوار تدقيق الأخطاء والذي يتيح تعليمات حول هذا الخطأ أو تتبع خطوات الحساب إذا كانت هذه الصيغة أو الدالة تتم عبر أكثر من عملية أو تجاهل الخطأ أو تحرير الصيغة وإعادة كتابتها مرة أخرى كما يتيح البرنامج عبر خيار التدقيق إمكانية تتبع الخطأ وذلك للإشارة إلى الخلال المرتبطة بكل صيغة مما يسهل معرفة الخطأ إن وجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر